السلام عليكم الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا توقع خلاص وضعت اوزارها قربت تنتهي احنا الان في المرحلة الاخيرة من هذه الحرب القادم خلال ستة شهور قد يتم التخلص من زيلنسكي ومن ثم الغرب يأتون برئيس اوكراني جديد يكون اكثر مرونة وسيتم الاتفاق مع الروس على ضم اربع مناطق اللي هو دونيسك و دوباسك ومنطقتين اخرى ليش الاسباب كثيرة السبب الاول ان هذه الحرب قامت تتكلف على الوعات المتحدة الامريكية وعلى القرب يعني شيء الكثير من المال ومن الزخيرة وغيره السبب الثاني ان الحرب سوف تتجه الى مكان اخر في اسباب اخرى الاسباب الاخرى ان روسيا منعت تصدير اربع غازات يسمونهم الغازات النبيلة هذه الغازات تستخدم في صناعة الشرائح الالكترونية شنو الشرائح الالكترونية اللي هي البورد هذا او الشب اللي يدخل في صناعة جميع الاجهزة الالكترونية من روموت تلفزيون تليفون سيارات طيارات صواريخ جميع الاجهزة الالكترونية يدخل بصناعتها الشرائح الالكترونية طبعا أمريكا حبت أن هذه التجارة مربحة جدا وتضع ناتج القومي أو المحلي للواتم المتحدة الأمريكية في المركز الأول في العالم قبل أربع سنين ترامب منع الصين من الحصول على هذه التكنولوجيا خوفا أولا أن لا يكون الصين تكون بالمركز الأول في الناتج القومي المحلي وبالتالي يكون الصين متطورة في جميع النواحي الشيء الثاني أن هذه شرائح الإلكترونية وشب ممكن أنها تستخدم في صناعة العسكرية أو الحرب الإلكترونية الذكية مثل الطائرات والصواريخ وغيرها الآن الصين منعت تصدير معدنين أيضا يدخلون في صناعة الرقائق الإلكترونية وهذا الخبر منقول من رويتر والمعدنين اسمهم الجيريمينيوم والقاليوم المعدنين اللي يدخلون في صناعة الرقائق الإلكترونية ما هم موجودين في الأرض أو في الجو هذا المعدنين نتيجة دخول في صناعات أخرى أو تعديم في صناعات أخرى يخرج المعدنين نحن الآن في الحرب الأوكرانية الروسية انتهت جميع المراحل مرحلة تقدم القوات الروسية واحتلالها لأربع جمهوريات مرحلة تقدم القوات الأوكرانية مرحلة التعادل ما بين الطرفين مرحلة الكسر العظم ضرب جميع الأهداف المدنية والعسكرية فجميع المرحل انتهنا منها الآن مرحلة القادمة هي المرحلة الأخيرة هل منع هذه الغازات يسمونها الغازات النبيلة أو الغازين أو منع تصديرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو تايوان أو الدول اللي تشتغل على رقائق إلكترونية مثل هولندا أو تايوان هل سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية نعم يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية وممكن يحدث لها أزمة اقتصادية عالمية أو انهارة اقتصادية ليش؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية الشركات الكبرى فيها هي شركات التكنولوجيا مثل أبل عندك صناعات جميع الصناعات سواء الطائرات، السيارات، القطارات حتى تلفزيونات جميع الأجزاء الأكترونية يدخل في صناعتها الرقائق الأكترونية والغازات النبيلة هي التي تصنع هذه الرقائق الأكترونية يعني باللحيم ما بين القطع وغيرها إذا لم تحصل الوعتمة تحت الأمريكية على هذه الغازات هي تملك الآن التكنولوجيا في رسم الرقائق الأكترونية فإذا لم تحصل على هذه الغازات التي تدخل فيها صناعات الشرائح الأكترونية الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادها سيتضرر بشكل كبير جدا حتى أن هذه الرقائق الأكترونية تدخل في صناعات سيارات البطاريات اللي هابين فيها الآن لو نذكر قبل ثلاث سنوات كان بعض الأخوة اللي عندهم رغبة في شراء اللاند كروزر يروح عند الوكالة فقاعدين يقولوا للوكالة بعد سنة راح نسلمك اللاند كروزر ليش؟ لأنه في أزمة عالمية في الرقائق الأكترونية أو شرائح الأكترونية لأنه قبل أربع سنين ترامب منع الصين من الحصول على هذه التكنولوجيا سبب الثاني لأن الصين أوقفت جميع مصانعها أثناء فترة جائحة كورونا سبب الثالث أنه الرقائق الأكترونية وشرائح الأكترونية تدخل في صناعة أجهزة التنفس العالم طبعا في جائحة كورونا يحتاج إلى أجهزة التنفس مما هي أجهزة التنفس البسيطة أو هذا لا مرض كورونا أو مريض كورونا يحتاج إلى أجهزة التنفس كبيرة تدخل في صناعتها اللي هي الرقائق الأكترونية بعد حرب الشرائح الأكترونية هناك راح تكون حرب في أفريقيا لكن ما هي حرب بمعنى الحرب المواجهة مثل أوكرانيا وروسيا لا الآن في دولة أفريقية صار فيه انقلاب عسكري القلاب العسكري هذا الولايات المتحدة الأمريكية والقرب عملوا عقوبات اقتصادية على هذه الدولة والانقلاب العسكري يقف خلفه الروس والآن في وجود عسكري في أعتقد الصومال في وجود عسكري صيني والقارة الأفريقية يعني مليانة بالمعادن عندك اليورانيوم عندك الحديد عندك الفوسفات عندك صناعة الككاو شجرة الككاو عندك الغاز النفط في الجزائر وليبيا ومصر عندك الذهب الذهب موجود في بعض الدول الأفريقية فالآن الصراع ما بين الغرب واللغة الممتحدة الغرب وروسيا والصين على القارة الأفريقية قبل كم يوم استقبل الرئيس الروسي بوتين أحد زعماء زعماء أحد الدول الأفريقية وقال أن احنا راح نصدر لكم الحبوب القمح اللي هي الطحين وأيضا راح يصدر لهم اللي هو الرز وغيرها لأن أغلب الشعوب الأفريقية يعني مو أغلبها يعني تقريبا يعني نصها في مجاعات والشعوب هناك ما تحتاج ما هو طموحة تعليم وصحة وغيرها لا طموحة فقط أنها تأكل وأكل نظيف وماء نظيف فقط وبعدين عاد يفكرون بالصحة والتعليم وغيرها حتى أن هناك التدخلات من فرنسا وغيرها كان في مؤتمر صحفي مع رئيس أحد الدول الأفريقية وقال الرئيس الفرنسي كان موجود وقال احنا راح نطور العلاقة قال نطور العلاقات انت جاي هنا عشان تصرق بلدية بالمؤتمر الصحفي نفسه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الحرب حرب الشرائح الإلكترونية ما بين الروس والصين والقرب في توقعات أن لن نشاهد أجهزة إلكترونية جديدة مثلا آيفون خمسة عشر عندك مثلا الصناعات الغربية الجديدة عندك بعض الأنواع مثل التلفزيونات وغيرها اللي صنعونا حال الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أو أنه ينزل بكمية قليلة جدا وبالتالي يرتفع السعر فالآن هذا السبب يعني يكاد يكون سبب الرئيسي ل إنهاء الحرب ما بين أوكرانيا و روسيا